الصخر أحبائي هو دليل الثبات والصمود والدوام وكلمة الصخرة تعني الأصل تعني المصدر تعني النبع يعني عالة الناس بتحتمي في الصخور من العواصف فإذن يقول الكتاب مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية كل البناء مركبا معا يعني لاحظ المسيح هو الأساس والمسيح هو حجر الزاوية كل المبنى في هيكل الله إحنا هيكل الله بيثبت في يسوع لما بينحط حجر الزاوية كل المبنى بيمسك بيصمد واليوم عندنا إذا بتروح على فلسطين بتروح بتشوف أبنية عمرها مئات السنين من العصر العثماني تلت أربعمائة سنة هاي العقودة الكبيرة اللي كانت تبنى لأن الأساس متين وحجر الزاوية اللي بيمسك كل المبنى طبعا إله أهمية كبرى فالأساس هو الإعلان الإلهي يعني بطرس قال وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت هذا الحجر رصخ كل البناء كمل البناء هيكلا مقدس كل مؤمن يعتبر حجر جديد في هيكل المسيح ثم عزيزي لا تبني على الرمال في يوم الدينونة سينهار كل شيء وكم من الناس اللي انهارت حياتها في ناس بنت حياتها على الغنى وعلى المستقبل وعلى القوة وعلى الإمكانيات فشت في لحظة وحدة في لحظة وحدة انهار كل شيء فالعاقل لا يركز على حاضره بل يستعد للمستقبل ويكون أعظمها استعلان يوم الرب بناء الفحص والتمحيص لما الله فعلا في اليوم المعين المقرر بيوتنا ستختبر يوم الدينونة واحد بيتكلم عنه الكتاب الرجل الغني انسان أخصبت كورة ففكر في نفسي قائلا ماذا أعمل أهدم مخازن وأبني أعظم وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة كله إفرحة اشرب ابتدى يناجي نفسه ولكن سمع صوت القضاء يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي أعدتها لمن تكون هكذا كل من يكنز لنفسه حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك هذا الغني الغبي فكر في حياته أنه رح يعيش للأبد لم يفكر بمستقبله لم يفكر في أبديته كأنه عايش للأبد وجاءت اللحظة وهذه اللحظة لا ندركها أحبائي ماذا تفعل الآن لو قلبك وقف ماذا تفعل الآن لو المسيح جاء الآن هل أنت مستعد على ماذا تبني حياتك كثير مننا منغلق منفكر أنه عايشين أن امتحان الإيمان هو من خلال الأوقات الصعبة يمتحن الإيمان هل هو حقيقي أم لا لأنه في يوم رح تنكشف سرائر الناس ورح يمتحن الدوافع ماذا سيفعل الله في يوم الدينونة موسيقى موسيقى